خلينا نروح لتقرير أحمد يلا طبعا في عنا تقرير نحكي أكثر عن ارتفع عدد المرضى النفسيين في الصومال بسبب الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها البلاد في ظل غياب حكومي عن دعم وإنشاء المصحات العقلية خلينا نشوف ارتفع عدد المرضى النفسيين في الصومال بسبب الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها البلاد وفي ظل غياب حكومي عن دعم وإنشاء المصخات العقلية بحسب ما أشار إليه الدكتور عبد الرحمن عوالي الذي أخذ على عاتقه دعم المرضى بتقديم العلاج اللازم لهم من المرضى من تم إحضارهم من الريف وهم عرى ومقيدون بالسلاسل وقدمنا لهم العلاج المناسب وكذلك بعض المرضى النفسيين جمعناهم من الشوارع في المدن فضلا عن مواطنين آخرين تم إحضارهم من الخارج من أوروبا ومن أمريكا وبعض البلدان في إفريقيا كجنوب إفريقيا التي يتعرض فيها الصوماليون للمشاكل نحن لا نحصل على دعم من المنظمات الدولية ولا حتى من الحكومة أنا أحضرت هنا اثنين من أبنائي قبل سنة في البداية كانت حالتهم صعبة حتى لم يكن بمقدورهم الكلام الآن وضعهم جيد وبدأوا يتماثلون للشفاء وكذلك يستطيعون الكلام الحمد لله أشكر دكتور حبيب الذي ساعدنا في ذلك وأتمنى الشفاء لجميع المرضى ومنذ عام 2005 أنشأ العوالي عدة مراكز صحية في العاصمة الصومالية مقديشو بهدف رعاية المرضى النفسيين مجانا والذي تمكن طوال هذه السنوات من تقديم العلاج لاثنين وثلاثين ألف مريض نفسي موسيقى موسيقى